أكبر مثال ممكن اليوم نشوفه من أكبر الأسماء أو البراند نيمز الموجودة في العالم اللي هي أمازون وأمازون دي لمن يعرف قصة يعني أنها بدأوا في بيع الكتب وبيع الكتب ده في وقت من الأوقات في بداية التسعينات أو واصلة التسعينات من القرن الماضي كان هو الوسيلة الوحيدة لنقل المعلومات أو نقل الأفكار أو كده لأن الانترنت ما كان بهذا الانتشار التواصل والسوشيال ميديا ما كان في الله فبدأ بحاجة معينة وبدأ وبدأ يستثمر فيها ودرسه جيدا وفكر في أشياء كثيرة نحن المثال ده سنذكره كان بعد شوية لكن واحد من أعظم التجارب في ريادة الأعمال هو أمازون نعم كريم أوبر دي كلها ريادات أعمال حديثة لأنه استحدثت خدمات غير موجودة سابقا بالسوق وطورتها وبدأ يعود منها عائد استثماري لكل الجهات المشاركة كذلك هنا في المملكة العربية السعودية في بعض الأسامي نحن لا نزكر لكن كان في سوق معين فطائر بيتزا كان في أسامي 2 أو 3 كبار فدخل اسم جديد محلي هؤلاء يعتبروا رواد أعمال لأنهم بدوا يقدموا خدمات بشكل أكبر من الخدمات السابقة واستمروا في تنفيذ هذه الخدمة وقدموها بشكل جيد وراعوا فيها القيم والأسعار مما أدى لرغبة السوق المحلي في استهلاكه في خلال سنوات معينة انتشروا وهذه موجودة كثيرة حول العالم في السعودية هنا في أمثلة كثيرة للحاجات ما عايزين نسكور عيسر ميقولون بالتأكيد